هذا وقد أتنا الرئيس عبدالفتاح السيسي على دور الكبير الذي تقوم بها مصر متمثلة في كل الجمعيات وتحيا مصر واشتراك الجميع لتخفيفه عن أهل غزة وخلال مشاركته في احتفالية تحيا مصر تضامنا مع الشعب الفلسطيني أشار رئيس السيسي إلى أن حجم المساعدات المصرية يمثل نحو 70% من إجمالي المساعدات الدولية لأهالي غزة الجهد اللي انتو بتعملوه الشباب والشابات اللي موجودين في اليام الصعبة اللي موجودة اللي احنا بنحاول نخفف بيها عن أهلنا في فلسطين في القطاع أمر أفتكر أن احنا كلنا حاسين بيهم وكلنا بنحاول نخفف ما أمكن عنهم وأنا أمكن في الكلمة اللي هتكلم فيها خلال إن شاء الله في المؤتمر في الأستاذ هنأكد على الدور الكبير اللي قمت بيه مصر متمثلا فيه كل المصريين الجمعيات المنظمات حياة كريمة تحيا مصر كل الناس اشتركت عشان تخفف عن أهلنا في قطاع غزة بالمناسبة أنا عايز أقول لكم على حاجة يعني رغم طبعا ظروفنا الصعبة ديت لكن عايز أقول لكم إن حجم المساعدات مقارنة بالمساعدات اللي تم إدخالها خلال الكم يوم اللي فاتوا دول إحنا 75% لـ 80% يعني الحجم اللي جيه كله من الدنيا كلها كوم والكوم اللي مصر بفضل الله قدمته وده طبعا مش منه ولا حاجة لكن أقصد أقول بي إن إحنا كنا على قدر المسئولية ترجمة نانسي قنقر